الآن لدينا فقرة صور، لدينا كم صورة جميلة ستذكر ركب ناس أنت تحبهم وذكرياتهم جميلة سنرى سواء ونسولف شوية عليها، ما رأيك؟ عموماً أنت من الناس اللي يحتفظون بالصور وهاي لو مو كل شيء لا لا أموت على الصور هاي أول صورة الله أبو داود الفنان الكبير يا كبير، فوق الكبير أحمد أبو داود هذا طبعاً المنكوب المنكوب، هاي تعلمت منه هاي شنو كواليسها وشنو هاي صورة احترافية يعني رايحين ومتصوري همو؟ يمر علي كان مكتبي بسوق الحي قطع أسوات عش هو قريب عليه يجي لسوق الحي يجون يمي شانو أكثر المطربين قاعدون يمي بالمكتب نظحة أكون سوقي في اللقاءات أموت على أبو داود هاي تعلمت منه وتحياتي الابن عباس مثقف ورائع وأديب أبو داود ذهب طبعاً هاي عمرها قريب لثلاثين سنة ما غنته يا أمو؟ هاي حفلات عانو يا حفلة بس ما سجلتوا سواء لا لا ما سجلت عم ما خافوا منشين توين يسجلوا خوف خوف ولحد داخل ما ممكن نظل صوت ترى مثقفي خوف مو عبالك عدا مكتبه ويومي يقرأ لك كتابين ما شاء الله ايه المنكوب زين نشوف الصورة الثانية أنا دابعاً عندي سؤال محاير مني هو آه يلا هاي الصورة بالعسكرية هاي الصورة بالكلية العسكرية طبعاً وينك انت حاطي سهم بس أشياء الحبل ايه هسا دول عمداء طلاب الكلية دول دورة ثلاثة واثمانية نعتقدها زين آه 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 كم دفعة تقريباً طلعت خواي خواي دفعات كش تذكر على العسكرية أيام حلوة أحلى أيام خاصة لكلية العسكرية هو الجيش كل حلو عندي شان أموت علي وكله مصدقاء البي لليوم ما تفارقنا لليوم أصدقائي وياي بس أذتك العسكرية والله ارتاحقت بيها يعني تصوابت أكثر من مرة ايه آه آه آعم�� سمعت مرة تصوابت وظليت تقريباً يوم أو شي ناس ما تدري بيك ما تدري بي ايه ايه يعني شننت راح تموت ايه ميت ومنتها ولا دنبيه وشنوب بعدين من أعفضي آه الله سبحانه الله ايه نقذونهم ما شعلوني بعد ربعي ايه زين إيدك أيضا بها إصابة الناس ما يعرفه شنو هاي الإصابة جسم كله بس اللي بالإيد واضحة يعني عندك بأصبعك هم بالحروب طبعا عشون شو تمرتاح شو تسر